بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم من الأخ على المسوي يقول أعطني نصا قرآنيا واحدا على الشورى وهناك طبعا آية معروفة آية الشورى ولكنه وطبعا كثير من الشيعة الإمامية منذ فجر التاريخ إلى اليوم يقولون بأن هذه الآية لا تدل على الشورى و يعني يقولون هذه هذه الآية سورة الشورى سورة مكية والآية ما فيها صراحة في الحقيقة يعني ما فيها صراحة على نظام الشورى بعد النبي الآية تقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يزكون يعني فما فيها نظام الشورى والسيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه ككل المنظرين الإماميين قال بأنه لو كانت المقصود لو كان المقصود من هذه الآية نظام الشورى يعني بعد النبي لا أوضح النبي تفاصيل الشورى من ينتخب من ينتخب كيف ينتخب مدة الانتخاب مدة الحكوم تفاصيل نظام الشورى بينهم هذا ما موجود في الحقيقة طبعا هو غفل في نفس الوقت عن أنه نظرية النص أيضا ما بيه تفاصيل إذا صحت بعض الأحاديث أو كذا ما فيه تفاصيل كيف تنتقل الإماما ما واحد واحد تنتقل عبر الأخوة عبر الأبناء فقط أو تروح لأبناء العام كيف نعرف الإمام مثلا بالنص مسألة أيضا فيه أسئلة كثيرة هو التجاهل هذه الأسئلة ولم يعلق عليها المهم الأخر خنشوف كلام الأخ ماذا يقول الأخ على الموسى يعفون يقول أنا أسألك أدة أسئلة أرجو الإجابة عنها واحد أنت تقول أن ليس هناك نص صريح وواضح وصريح للإمامة وأنا أسألك الآن هل يوجد نص واحد واضح وصريح للشورى لا تقول لي آية وأمرهم شورى بينهم فالشورى عادة تكون في الأمور التنفيذية لا في شؤون الأحكام فهل الله يشاور الناس في حكم الصلاة حين تشريعها أو يشاور الناس في حكم الصوم أو يشاور الناس في الحاج الله يجمع الناس ويقول لهم أريد أن نشرع لكم الصلاة فماذا تقولون هل يمكن هكذا يعني هل هذا منطقي فالشورى تكون في الأمور التنفيذية ولا يمكن أن تكون في الأمور التشريعية والأحكام والإمامة أمر تشريعي حاله حال الصلاة والزكاة والحاج إلى آخرها وليس الإمامة من الأمور التنفيذية حتى تصح فيها الشورى وكذلك آية وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمور التنفيذية طبعا هي موجهة للنبي فقط هذه الآية أما الأحكام والتشريع فلا مشاورة فيها والآن اعطني نصا واضحا صريحا يقول أن الشورى هي نظام الحكم في الإسلام أسئلة صعبة جدا يعني حقيقة صعبة لمن لا يفكر كثيرا أو لا يفكر في كل نقطة منها النقاط فيها نقاش بالحقيقة فأنا أجبته باختصار ودعما نناقش الأمور ليس لأول مرة وأقول له أولا من قال أن الإمامة أمر تشريعي مثل الصلاة والصوم والزكاة يعني هذا فرض هذا أنت قاعد تفترض هذا الشيء هذا هذا أول كلام هل الإمامة من الأمور مثل الصلاة والصوم والزكاة ليش الله ما وضحها وما وضح تفاصيله الصلاة واضحة نبي وضحها بعدين الصوم والزكاة بينما الإمامة ما في تفاصيل ثانيا اعطني نصا قرآنيا واحدا نصا قرآني مجيب لحديث الغدير على إمامة الأئمة من أهل البيت بعدين حديث الغدير الولاية للإمام علي ما في معنى الولاية الحكم من كنت مولاه فهذا علي المولاه بعدين يقول الآن مولاه مو في المستقبل بعد يعني ولا دلالة على بقية الأئمة ما في أدناء دليل ثالثا الأئمة الآن غير موجودين حاليا فش نسوي لها لكل الكلام يصير عقيم البحث هذا كله ما في معنى وما في نتيجة نقعد احنا نجيب آيات ونجيب فلسفة ونتعارك وكذا على شيء ما موجود فالشيء بالتاريخ كان رابعا الإمام الثاني عشر الغائب على فرض وجوده أيضا هذا يعني الاثنى عشرية يدعون ولادته وجوده هذا بالحقيقة هو غير موجود ولا مولود ولا يوجد دليل تاريخي على ولادته أو وجوده وإنما هو فرضية فلسفية وبعض الأخوة احتجوا عليها قال ليش تقول فرضية فلسفية هاي أكذوبة تاريخية أسطورة هذه يعني أنا أدخفه في الكلام حتى لا أصدم الناس أقول فرضية يعني هم جوا تفلسفه تفلسفه وجابه قالوا هذا دليل عقلي وبالاستنتاجات بمجموعة مقولات غير عقلية مقولات كلامية مقولات نقلية استنتجوا أنه يجب أن يكون موجود افترضوا فرضية يعني افترضوا أنه يجب أن يكون هذا الثاني عشر موجود وهم وعدوا بأي دليل على وجوده خامسا النظرية الإمامية النظرية مثالية تقول أن الحاكم والحكام من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كل حكام العالم الإسلامي يجب أن يكونوا معصومين معصومين ما يخطعون أصلا ولا يأمرون بباطل طيب شلو نحصل دولة لا تاريخين ولا الآن ولا في المستقبل كيف نحصل لهم يقولون طبعا ما نقدر نعرفهم وهذا فشي صحب مثالي جدا فيقولون إذن يجب أن الله تعالى يعين الأئمة الله يعين الأئمة بعد صارت أصعب هو الأثور على واحد معصوم صعب جدا ما يمكن نتعرف عليه ما يمكن هم يقولون ما يمكن واحد يتعرف على الإمام المعصوم لو ما في علامات في وجهه أو في كذا أو حوله فشلو نعرف هذا معصوم داكة مو معصوم فلازم الله يعين طيب الله شلو يعين نحن نوقع بمطبات عديدة يقولون أن النبي عين إمام علي طيب بعد إمام علي الحسن والحسين بعد إمام الحسين شلو لا في وصية لا في ناص لا في كذا أبناء الحسن يصبحوا أئمة ولا أبناء الحسين ولا أبناء كل إمام عنده ما شاء الله عشيرة فأي واحد من دول الأبناء هو يصير إمام وما في علامة وما في نص وما في وصية على هؤلاء الأولاد المختلفين ولذلك اختلفوا شيعة خلال مئة سنة مئتين سنة صاروا سبعين فرقة لأنه ماكو دليل يحسم الموضوع فهذه النظرية هي نظرية مثالية خيالية وهمية لا يمكن تطبيقها اليوم ومنذ أكثر من ألف عام أيضا ما أمكن تطبيقها ولا يمكن تطبيقها في المستقبل فالنظرية وهمية سانسا لا يوجد اليوم الآن رح يفتشوا بالعالم كله تلقون إما معصومين ما تلقون فعدنا فقط نظام الشورى اللي هو أفضل نظام معقول يمكن نطبق النظام الديمقراطي يعني وإذا ما قبلنا النظام الديمقراطي لازم نقبل بالفوضى كل واحد كل عشيرة كل مجتهد يسوي لحكومة مثلا أو كل واحد يسيطر شلونة أو حكم العسكري وهو مناقض للدين والعقل سابعا نظام الشورى يعتمد على العقل الإنساني وليس الوحي إحنا ما قلنا نظام الشورى هو نظام إسلامي نظام عقلي فرق بين واحد يقول هذا النظام الإسلامي لازم الإسلام يشرحه وينصع عليه ويفصل به بينما إذا سكت الإسلام عن ذلك يعني ترك الأمر للعقل ترك الأمر للناس وليس الوحي لأن الله عز وجل ترك أمر الدستور والحكم والتفاصيل الحكم إلى الناس لكي يسنوا هم لأنفسهم نظاما سياسيا حسب الاتفاق بينهم يقعدون مكونات المجتمع العشائر الأحزاب القوميات الأديان المذاهب في أي بلد يجلسون في يعني مجلس تأسيسي ويحطون دستور للحكم حسب الظروف الزمانية والمكانية والحضارية اللي أجهون حتى شون يطبقوه وإذا سووا لهم دستور وشافوا دستور مو صالح أو بي ثغرات فبعد عشر سنين بعد عشرين سنة يقعدون مرة ثانية ويصلحون الدستور يسوون دستور جديد هكذا كل العالم يعني الدستير مو منزلة من السماء هي اتفاقيات بين البشر والاتفاقيات محترمة والإسلام يأمر باحترام كل اتفاق بين الناس فلذلك نحترم الدستور ونقول يجب أن نصلح إذا شفتنا دستور فاشل وفاسد وضعيف فنقعد ونسوي دستور ثاني وأخيرا لماذا لا أدري لماذا يخوض السلفيون الشيعة الأخباريون في قضايا تاريخية عقيمة دائما وطبعا معظم ذول اللي يبحثون الأمور هم سلفيون سلفيون ويقولون نحن مو أخباري هم أخباريون الآن الأخبارية ظاهرة عامة على كل المراجع والعلماء وكذا الأكل سائر أخباري حتى اللي يدعون الأصولية أصولية بقط بالفقه بالعقيدة بالفكر هم أخباريين ولماذا يصرفوا أوقاتهم الثمينة في الدفاع عن نظريات ميتة بدل التفكير بالحاضر والمستقبل والدفاع عن قضايا الشعب الملحة اليوم دخلوا في صميم الحياة وأمروا بمعروف أنهم عن المنكر دافعوا عن المحرومين عن المظلومين عن المنتهدين عن الفقراء والمساكين وحاربوا اللصوص والمرتشين والفاسدين والعملاء والخوانة هذا هو المهم في الحياة اليوم علينا أن نبني نظاما سياسيا ديمقراطيا صالحا وعادلا وقويا الأخ على المستوى أيضا في مداخلة أخرى قال لي ما دليلك على صحة قواعد ألم الرجال يعني هذا الجدل بين الأخباريين وبين الأصوليين أنه الأصوليين يقولون مو الأصوليين فقط مو حتى الأخباريين في الحقيقة أيضا عملوا من أول يوم بقواعد ألم الرجال وصفوا الأحاديث وقالوا مو كل حديث نقبله إحنا ولكن الآن نخبارين وتطرفين الغلات اللي داي يعني داي تشرون وداي يسندهم أو يدعمهم أو يقودهم الشيخ عبد الحليم الغزي فيها قناة التلفزيونية وداي بس فتفكر تجهيلي في الحقيقة أكو شي علم في الغرب بالإعلام يسمونه علم التجهيل علم التجهيل شلون يدرسون بالإعلام شلون تقشمر الناس شلون تضحك عليهم شلون تظلهم شلون تخدعهم شلون تخليهم مصدقوا بأي إشاعة أو أي أسطورة هذا علم يعني يدرسوه يدرسوه بخبص طبعا حتى وأكثر وأكثر التلفزيونات والقنوات الفضائية والإذاعات وسائل الإعلام هي تمارس هذا العلم تمارس التجهيل التجهيل حتى تخلي الناس عايشين بجهل فهذا نفس الشيء الآن بالحقيقة هؤلاء الأخبارين الجدد يأكدون على يعني يعني لازم نضرب المرجال طيب شنو هو المرجال طبعا نشوف الأسئلة اللطيفة لأخ هل هذه القواعد وضعها الله أو الرسول أو الإمام إنها أقوال علماء ليسوا حجة على أي أحد اعطني نصا يفرض علينا اتباع قواعد المرجال هو علم الرجال مو يجب أن يكلد به أحد إنما هو منهج منهج التحقيق أو التحقق من الروايات فإحنا قدنا قرآن كريم وواصلنا بصورة متواترة فنأخذ القرآن بينما مثل الأحاديث الجاية سبعين فرقة من الغلاط والمنحرفين والمتصارعين والسياسيين سووونهم أحاديث كما يشتهون قبل 1400 سنة 1300 سنة وبعدين جاءوا نياه كتبوها بالكتب ورمائة السنين وجتنا وصلت اليوم إحنا ما نصدق به الأحاديث هذه والقرآن هم الأخبارين يشككون بسلامة القرآن وبصحة القرآن يقولون هذا القرآن مثلا الناقص أو القرآن رغم أنه متواتر قطعا بين المسلمين هم يشككون فيه ويجون يقولون لك يقولون لك يا بأ شنو هاي الأحاديث لا تمنأخذها كما هي ما نناقش فيها كلها صحيحة وما يصير الشكل يا أخي يا صاحبي يا صديقي لازم إحنا نستخدم ألم التحقيق يعني روحوا بأي جامعة بأي مدرسة بأي واحد محقق يحقق كان هاي رواية صحيحة هاي رواية مصححة الأئمة من أهل البيت كانوا يتبنون نظرية الإمامة أو لا كانوا يدعون دعاءات مثلا باطلة مغالية أنهما الأنبياء أو هما آلهة أو سكرتارية الله مثلا والعياذ بالله لا طبعا طبعا أكو أدعي وزيارات وردتنا هاي الآن هما يصدقون بها كلها كأنها صحيحة كأنها وحي ونزل من الله تعالى هذا مو صحيح المشكلة هما ذول اللي داي يحاربون علم الرجال حتى شنو حتى يثبتون خرافات وأساطير مثلا أسطورة وجود الإمام الثاني عشر هذا ما يعني ما يكون علي دليل فتقول لنا تعالي حقك من روايات ندكك وقال لا 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 هذه لا تبحث الموضوع ولا تخرب الدين معنا ما هو دينك خرباء من أول يوم تعال ابحث وحقك ودكك حتى تعرف هذه أسطورة أم لا حقيقة علم الرجال يعني علم التحقيق مو أنه تقلد العلماء اللي كتبوا بعلم الرجال إنما هاي شهادات تستعين بها أنه ذول مثلا اللي كتبوا يعني بعلم الرجال النجاشي والكشي والشيخ الطوسي مثلا بالقرن الرابع بالقرن الخامس عندما إجوا شافوا الكوم من الأحاديث الكوم الهائلة اللي تقول القرآن محرف فيها خرافات وأساطير كثيرة في الكافية موجودة فإجوا قالوا نجب نحقق بهالروايات وندكك حتى مناخذك الرواية هذول جماعتنا اليوم مردون ينامون على الخرافات والأساطير ويقول لك ما يصير تقترب من أدم ما يصير تحقق وما يدري شنو هو علم الرجال هذا اليوم في تعليق من بعض الأخوة على الأخ حبيب الأسدي الماجدي يقول طبعا يعني أنا بعض الأوقات أتجنب الحوار مع بعض الأخوة لأنه يستخدموا كلمات يعني يردون تحاورون كثير من الناس يجيون تعالنا تحاوروا إياك وما يلتزمون بالشروط الأولية للحوار أنه واحد يحترم الثاني لما عنده رأي عنده كلام يبين رأيه بدون ما يعني هك يعني أجرح الأخ أو كذا بشوفوا الكلام اللي يقوله يقول ولو أني أعرف أنك لا ترود لأنك عاجز طب إذا أنا عاجز شكو عندك جاي علي تتحاور أنك عاجز عن الإجابة تماما ولكن أكلمك من نهاية كلامك وأقول ردا على سؤالك لماذا يخوذ السلفيون الشيعة والأخباريون في قضايا تاريخية عقيم أولا كذبت قول رأيك وقول لها رأي خطأ قول كذا ما تكو داعي بهل مستوى من الحوار وبعدين أنت مصر يومية تعاني تحاور مع بعض إيشيكو إيشي أتحاور إياك إذا أنت أعتبرتني كاذب أو أعتبرتني مثلا عاجز يعني يعني شنو يعني ناذب نذر تتحاور إيايا أو تتحاور إياك يعني ما أحب أنزل لهل مستوى من الحوار ثانيا تطلب منهم التفكير بالحاضر والمستقبل وهل الحاضر والمستقبل إلا انتظار الفرج على عيد المهدي المنتظر طيب من قال لك كوميدي منتظر من قال لك هذا محمد الحسن العسكري بحثت فيه دقاقيت سألت بعد أن وصلت وصلت الأمة إلى درجة الضلال والإنحلال التي لا رجعت فيها ولا يمكن أبدا إصلاح ما فسد من الأمة من قال لك ما يمكن الإصلاح ليش الله إذن أمرنا بالأمر المعروف أنه عن المنكر يمكن الإصلاح عليها بعد أن وصل التناحر والفرقة والخلافات حتى داخل البيت الواحد صحيح هذا كل صحيح ولكن لازم يكون عندنا أمل بالله تعالى ونحاول أن نصلح أنفسنا ونصلح المجتمع أيضا يقول أما إنكارك لأسمة وإمامة أهل البيت وإسرارك على عدم وجود نص في القرآن على ذلك فلا أدري لماذا تهرب من الإجابة على سؤالي بح صوتي وأنا أطرح عليك وعلى من يؤمن بما تؤمن وكرر السؤال بما أنكم تقولون أن آية الطاعة هي عامة آية عامة بولاة الأمر وغير خاصة طيب لماذا أمر الله المؤمنين بأن لا يرجعوا لولاة الأمر في حالة وقوع تنازع بينهم و إلى من يعودون وما هي وظيفة ولاة الأمر إذن وهل كل مؤمن بإمكانه معرفة الحكم من القرآن والسنة هل تجيب على هذا أم تبقى صابتا يا أخي عليك يبقى صغير شوية خلنا تحاور يعني تحاور إذا تيت تعلمنا شيء إحنا مستعدين نسمع من عندك إذا تيت تتعلم مننا شيء فأيضا بهدوء يمكن نتفاهم أو يمكن أنت تتفق معاه في كثير من الأمور أن نواقع سيء وواقع فاسد ويحتاج إصلاح بس خلي شوية نقطة نقطة نتطور مع بعض ونحاول يعني نتناقش فيها وكرر لك ولمن على شاكرتك ولا تقول بأنك لا تجيب وتتعذر على من لا يعرف أدب الحوار فلم نسبك ولم نشتمك جاوبنا على سؤال البصير تقول أن آية الطاعة هي آية عامة وليست خاصة بولاة أمر المخصوصين والله لا أنقل لك ما جاء في السنة عند الشيعة والمخالفين فجاوبني على سؤالي لماذا أمر مرة أخرى لماذا أمر الله المؤمنين بعدم الرجوع إلى أولاد أخي العزيز هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الأمر الذي النبي كان معينهم في زمان النبي جاهل النبي كان يعين قضاءات يعين ولاة يعين قادة عسكريين يعين يعني كثير من الولاد في زمان فأطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم اللي النبي عينهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول لأنه حدث هذا في التاريخ في زمن النبي أنه النبي أمر مجموعة سرية راحين قالوا ما اسمعوا كلام هذا قائدكم فبالطريق هذا قالهم يا إخوان النبي مؤمركم بطاعتي قالوا لا نعم نحن مطيعك قالوا طيب هذه نار راح أشعلها وتعالى طبوا فيها أنتوا حرقوا نفسكم فذولا تحجبوا المسلمين واستخربوا قالوا يعني سويس تخدموا عاكلهم قالوا لي يا عمي النبي أمرنا بطاعتك في المعركة في الحرب وقت الهجوم وقت الكذا مو أنه ندخل بالنار نحن هربنا من النار فشلو ندخل بالنار فإجاوا للنبي قالوا للكلام هذا قالوا لو دخلتم فيها للبثتم فيها أتماعتكم عاكل لكن تستخدموا عاكلكم مو أي واحد يعني حتى لو أنا أمرت عليكم واحد أمير في الحدود المعقولة تسمعون الكلام مو طاعة مطلقة طيب هذه الآية إذن أكيد تشمل ولاة اللي بزمن النبي أما بعد النبي لا ولاية لأحد على أحد هذا المبدأ عام حتى الشيعة يقولون حتى الإمامية حتى أصحاب النظرية ولاة الفقه يقولون لا ولاية لأحد على أحد طيب هل هناك ولاية الله أكيد بالإسلام يعني ولاية النبي انتهت بوفاته فمن ولي المسلمين بعده طيب إذا قلنا لا الآية أساساً يعني هي مسألة عقلية تقول أنه إذا انتخبنا واحد من أدنى انتخبنا واحد وحطنا أمير علينا فنسمع كلامه نسمع كلامه ونطيعه في المعروف مو في المعصية المشكلة اللي بدأت عند الفلسفة ومتكلمي الإماميين أنه في هاي الآية قطيوا الله وعطيوا الرسول وإلى الأمر منكم الأمويين فسروها تفسير مطلق قالوا يعني أن أمركم بالطاعة بالمعصية تروحوا تقتلون الناس تسوون حرب أدوانية أي شيء كان أنت يازم تسعونه طاعة مطلقة كما الآن شوفوا الأنظمة الأنظمة الديكتاتورية والملكية والعسكرية أيضا يسوون حروب ويجبرون الناس على طاعتهم ويعرفون أن الناس هاي حرب ظالمة مثل حرب اليمن مثلا الآن فإجاوا ذو الإمامية قالوا طيب شلو رحنا نتخلص من هالآية يعني وقعوا بالفخ قالوا نعم هاي الآية مطلقة الآية مو مطلقة الآية تقول في المعروف يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله قال لا تطلمون الله قال لا تطغون الله قال لا تسرقون لا تنابون لا تزنون كذا تعملوا منكرات فإذا الحاكم أمرك بشيء من هالقبيل بالمحرمات هذا تعود أنت إلى الله ترجع القرآن القرآن يقول لك لا تسوي فتمطع الحاكم حتى أن الحاكم عينه الرسول فإذن الآية مو مطلقة وبعدين سؤالك يا أخي العزيز حبيب الأسدي تقول وأنت اسمك على اسم جدي يعني أيضا يقول السؤال الأخ حبيب اللي كرره وعدة مرات وأنا آسف يعني ما أجبته دائما أنه الآية طيب الآية نفسها اللي قاعد تستدل بها تقول ارجعوا إلى الله والرسول يعني إذا أنت تريد تستفيد من أدها أولا نقطة هاي خلي تكون واضحة عندك أنا مو عامة الآية تقول بما أنكم تقولون أن آية الطاعة آية عامة ما أنه قال الكلام ما حد ما قال أنا ما أقول ذلك وليس صحيحا آية الطاعة عامة بولاة الأمر وأي واحد يسيطر على السلطة بش لون ما أجه لازم إحنا نسمع كلامه لا إلا إذا انتخبنا واحد انتخبنا حسب الدستور وصورة سليمة ونزيهة فذاك الوقت إحنا نسمع كلامه لأنه اتفقنا وهي اتفقنا لمجتمع اتفق على طاعة هذا الحاكم فيه المعروف وفيه الدستور وفيه الشرع مو خارج الشرع هاي أولا الشيء الثاني إذا أنت تريد تستفيد من أدها استفادة لنظرية أخرى أن الأئمة المعصومين ومعينين من قبل الله فهذه الآية تنسف هاي النظرية الإمامية يعني إذا اعتبرنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقولي الأمر منكم يعني الأئمة اللي ما موجودين حاليا افترض وجدوا أو كانوا موجودين فطاعتهم ليست طاعة مطلقة شوف الآية واضحة وصريحة تقول لك إذا تنازعتم أنتوا الناس ويا هذا الأمير اللي أنت تقول مثلا هو معصوم مع أي من قبل الله طيب ليش إحنا نرجع إلى الله الرسول يعني طاعة نسبية مو طاعة مطلقة لاحظوا شلون فالآية لا تدلوا على الأسمة ولا تدلوا على نظرية الإمامة ولا تدلوا حتى على الحكام العسكريين أو المستبدين اللي سيطرون ويأمرون بالباطل والمنكر ما يجوز طاعتهم فما فيها النظريتين إنما الطاعة بالمعروف لمن نوليه على أنفسنا صار واضح عندك يا أخي العزيز وإن شاء الله أنا أتفهمك وإنت تتفهمني ونحاول يعني نشوف إحنا مدى نتعارك ولا مدى نتجادل ولا أريد نصارع ولا أريد أظلك أو أظلني إنما هناك نظريات ورثناها وبحاجة إلى أن ندرسها بصورة جيدة ونشوف مدى صلاحيتها اليوم في نظريات كما يقولون منتهية الصلاحية شلون العلب يشوفوها بعض الكاتبين عليها تنتهي صلاحيتها بلان تاريخ هاي نظرية الإمامة انتهي صلاحيتها قبل 1200 زنة كانت ديك الأيام مطروحة للجدل للجدل مطروحة يجادون ناس عليها بس مع ذلك انتهي صلاحيتها ما يمكن تطبيقها فلذلك اخترعنا النظرية المرجعية واخترعنا النظرية ولاية الفقية وآخر شي قلنا يا عبا خلينا نسوي دستور وديمقراطية وشورى وحكم شعبي يعني شوف وصلنا لهذه النتيجة هذي النظرية اللي يمكن تطبيقها اليوم يعني النقاش كثير موالد أخذ وقت طويل من عدكم نعم ان شاء الله في وقت آخر اذا اتيحت الفرصة نعود لهذا الموضوع اللي بعض الأخوة لا ينفكونه يطرحونه باستمرار كأنوا عايشين في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة